تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية وبحضور سمو الشيخ سلمان بن محمد الخليفة نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة والدكتور حسين لمسلم رئيس الاتحاد الدولي للعب المائية خطتما يوم أمس برنامج تدريب وتعليم السباحة لعشرة ألاف طفل وشاب من كلا الجنسين والذي أطلقته اللجنة الأولمبية البحرينية مع الاتحاد البحريني للسباحة ضمن مبادرة صناعة الأبطال وبدأ حفل الختام بعرض قدمه المستشار الدكتور محمد مجبل تحدث من خلاله عن مراحل المبادرة منذ توقيع الاتفاقية بين الاتحاد واللجنة الأولمبية في يوليو 2022 كما استعرض رئيس الاتحاد الإحصائيات التي أظهرت الوصول إلى الهدف في شهر يونيو 2023 بتدريب حوالي عشرة آلاف سباح من الجنسين وبهذا المناسبة أشهد سمو الشيخ سلمان بن محمد نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة بالبرنامج والذي يأتي بتوجيه من سمو الشيخ خالد بن حمد منوها بالدور البارز الذي تقوم به اللجنة الأولمبية البحرينية مع اتحاد السباحة في تخريج هذا العدد الكبير من السباحين والذين سيتم انتقاء أفضل المواهب منهم لدعم المنتخبات الوطنية وضف سموه أن رياضة السباحة تعد من الرياضات الأولمبية الأساسية بالإضافة إلى الأهداف الفنية من وراء المبادرة فإن تخريج هذا العدد الكبير يساهم في تعليم السباحة لأكبر عدد ممكن الأمر الذي يحد من حوادث الغرق متمنين سموه لللجنة الأولمبية واتحاد السباحة التوفيق والنجاح اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة